مرساكم الله بالخير هام ردينا اليوم من مطبخنا وبنسوي لكم أكلة حلوة غريبة ممكن غريبة على الكويتين لكن مو غريبة على أهل الشام اللي عارفون الطبخات هذي طبختنا اليوم هي أفريكا ما راح أسويها أنا بتسويها هم واحدة حلوة مسنعة وكاهيتنا حبيبتنا كلنا هيا السن الضاحك دائما هيا أتشال الله أهلا وسلم والله أنت لحبيبنا واللي ما يتابع أسنابك ما يعرف شي اسمه أسنابك للأمان اتدخل لنا الفرحة والسعادة بذوق قبطيب بأكلك يعني اللي سوي تكميم يبتشي المهم الأكلة شفتها عند هيا وأنا ما قد سويتها فقالت يبقى بالأكس أنا سويها لا لا تنسون ترا اليوم إحنا هيا والأسر الكريمة أخوي يلا يسلم عمره هاني الطباخ وأخه هيا ثامر ووليد هيا فهودي أسر الله يسلمه فإحنا اليوم ملتمين كنا من يبيه طباخ؟ أنا هيا عادي أسألهم وشأيهم الطباخي شو أما أدد أشقول الشاهدة أخاف مجروحة ها أنت أشوف الجسم محكم ما شاء الله ما شاء الله عليكم بلف عافية لا والله طول عمر هاي روحها خفيفة نفسها خفيفة وأكلها حلو ينزل يسرسح على القلب حبيبة قلب الحين هيا أنا بأدد المكونات عندنا يبقى لحم المقطة وعندنا الطماطل، بصال، الثوم وعندنا المكسرات اللي حق التنزين عندنا زبدة عندنا روبة هذي حق الخيار بالروب أقب عندنا بازلة أنا مكوناتي تغريبا نفس الشي هم بستخدم الأفريقيا بس أنا بحشي لكم الدياية بالأفريقيا وبحطها مع طاجن الأفريقيا ودخلها الفرن الله أوكي؟ أما هيا بتسوي لكم الأفريقيا باللحم ايه فإحنا سوينا أنا بس بقول لهم مش بنسوي ايه بس بقول لكم شو اللي سوت فإحنا وسوينا مننا حميسة فهذا حق الحميسة وهذا حق الفوح الوي أيوة هذا الفوح هني معها طبعا بهار المجووس اللي هو عود دارسين وهيل ومسمار عشان سبرتة أيوة يحن بس بنفق في الغوة عنا وننزل فيه بحش هادا حق ويه الفريقيا هادا بناخده من قطة بطن هادا ويه الفريقيا أما اللي ببطنها هنين بالحمسة أيوة هادا بنشبل تشولها مني هادا لها يا وين ايه وين وين تشولتي أنا كلها أمساها كحي أيوة وهادي بنحم شوية زيت عادي هني خفيف لأنه عندنا هني فخر ايه مع الزبدة مع الزبدة عطينا الزبدة هاد الزبدة هاد الزبدة الزبدة ناخد قفشة الزبدة وبنييب الحمتنا ايه أيوة عادي الحمه أنا طبعا مسوي الحمه بس أنا بوريكم شنو الطريقة ملزومة لكلها هيا بس بحط شوية بيه عشان بجيتر صغير هادل بحطيه وعطينا البصل هذا البصل أنا كل هذا الأشياء اللي قا أسويها هادي تكون محضرة مسبقا عشان ما نطول عليكم الوقت بس طريقة شلون هاية حمس الفريكا هادل بنسويه هني هاية حمسة اللحن همسة اللحن ايه فأنت بتحطين هنية هاية شن هو أندتش احنا الحن نفتش الجدر هنية ايه باش نفتش الجدر هنية هاده هنية شوية عشان سفشت اللحن وهنية الله يسأل هابه شبلج الجدر هنية بسم الله وهنى ايوه هاية شبهنا الجدر الحين قولي لي شنو تابين وانا حاولي هادي الزبدة هادي الزبدة تابين كفشة ايه هادي القفشة القفشة خشب القفشة خشب كبيرة ايه هادي كفشة خشب كبيرة عشان الجدر عود والكمية عودة نعم شبيرة فتاخذ زبدة واي اهوان خلينا نحط عيش نصف القالب تغريبا نصف قالب زبدة ايوه عارف لأ ايي نزل نبي شوي زيت والزيت كهوية امي شكذرت تغريبا يعني شوي بس عشان الزبدة قبشة ايي عشان لا تحترق الزبدة ايوه نزل انا هني هذا البهار عندك انت سبع بهارة انا الحين ايه بهارها انا بحرش الحمة اي ايه للحمة اواش عشان نقول على الفريكة الفريكة ما تحب اي بهار الا السبع بهارات السبع بهارات شوي كذبر شوي كمون هذا بهار كماريا حطيني لدارسين ولا هل خناك اطفق الحمة ايه الحمة نزل فالفريكة دايما ابهار هيكون قليل مو وايد نعم اي لان انا عندي بعد طباق بالبيت فلا مقادير ومعاير في الطباق ايه ما شاء الله رهاني ايه هذي شوية هيل ايه هذا ستار وهذه دارسين وهذا مسماء ونخلي طبعا انا مجهز هناك مطبوخ زاهب لنا ياخذ لساعة وزود اللحم عشان يستوي ايه هاتشي باش ورق الهار نسيته ما يبتلي حن نمطر الزبدة الزو ايوه هاني مرة سواء لنا عيش احمر واخضر الوان هاني عد فنان ايه انا بايكم بايكم بغزي عليكم ايه وثامر عمر ملك الهامبورغر ثامر لا ثامر ايه يا جماعة ثامر ما شوز ديها يموي قبل كان تختوخة الحين باعث ايه يعني كان منضم قبل المجموعة ايه من الثكة شنسوي هالسكر ما خلي حاج بسم الله عليك ايو الله طيب انا الحين هذي الحمد اللي هي ببهرها ايه شوية هذي حق الافريكا هذي حق الافريكا ايه حطي فيها اللي حق المعرقة ايه وين بهارج هذا بهارج حطي لي بهارج عشان نحلي نفسه بهارج ايوه هذا السبع بهارات ايوه وهذا الكمون ايه اذا الزفدة طعت ريحتها نعم وهذا الكمون هذا الكزبر نعم وهذا الكزبر الناشفة ايه ونقصر عليها نخليها تستوي طبعا احنا عندنا واحدة جاهزة منناك بس ورهناكم الطريقة في المقادير الصغيرة ونخليها على راحة دعبة الزفدة نعم ابد صار الدهن عود نزين على تشذي بنسناب ها اقول دهن عود وبهارات نعم نعم ساعدة الحين بنحط البصل نعم ها انت معاي ايه ايه هذا البصل حق ما دعبة الزفدة مع الدهن ايوه هذا البصل حطينا تمام ايه احنا طبعا نحسب لك انت مسوي اللحن ايه اللحن ما يحتاجن يحط عشان ياخد ريحة البصل ايوه تبينتو مزود عندنا البحة لا لا كابس خليها الحين نبي ينحمس شوي يتشغل الحمس كهو ايه التشولة علي حامية الحين نجدها واحدة ايه نزين هذا طبعا اللحن ما نقتلكم حطينا هني بس مجرد تشوفون شي صير لحمناك اهو موجود بنا مش بسوي بشيل هذا عنكم ايه هادي الطريقة يعلمكم الطريقة ابو نسليمان فهذا الحين البصل لازم يتشوح ولما تقول لكم اه الله يسلمها هيا ابوي ما عارف يسوي شوية هذا اللحم الصجن ايه 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 جدر وورم ايه جدرنا وورم وهذا هو في اللحم وفي كل شي بس حطينا الحين عشان ردي يكمل فورته وريحته مثل العنبر خنينة ما يسلقان حتى قاطف طماطة واحدة ايه طماطة دائما هي لازم بالفوح لازم في طماطة ايه بيتشوفونا كهوها هذا اللحم مقطع نسوي شوفو زاهب حقوي الفريكا اقو ايه هم بس ننطر البصل والثوم يتشوح نعم يتشوح اللينا النار ايه بس على برغل الحين انا هني عندي لشولة هذي انا بقول لكم ايش بس انا مسوي الحشوة مال في الدياية ايه مال في الدياية ايه مسوي البرغل كهوة شوفوه واللحم المحموس نفس الشي كافة نفس الطريقة بحشي في الدياية البرغل هذا حطيته شوية بصل وشوية بهارات وحمسته وعط وساقيته بشوية مماي اللحم عشان يصير نصصها حق حشو الدياية ديايتنا اي ديايتنا ديايتنا بيضو مسلمانية كهية اي بس خوش دياية اي نعم عليك كله لحمك هابور ديايك هابور نعم كله هابور نحاول نفتحها مني من الاطراف عشان نحشبين هو بين اليل شوفوا شدي انا احنا بقلمكم طريقة اه حبايبنا اللي يقولون لبس دس لبسوا دس عيني حق كيفكم لانه يدود هني ليش متمسله ما تطحر لا لا شوفتش لونه كوناس يقولون لا بالعكس هو حلاته تطبخ بيده كما تعرفون من سير واي شون يلمسك لما يلبس تسوس اي انا ما لبس اي فأنا عمري ما لبس تسوس اللي بتلبس دس حبيبي تلبس هي بيتها حق رأيها وعيالها اي انا دس ما لبس انا لبس تسوس هاني اي وبعدين اليوم قالت لي واحدة طريقة هشيلوا هذولي عنهم العصائص فالحين اذا كان عندي مقصها مقرضيهم كل اللي بنسوي بناخذ ابهارنا ونبهر الدياية في طول ما تحمس مناك هيا اي كلها حتى تحت اليل يدي الشهنيه عشان نحشيها شاللي بسسوي عقوب يا جماعة بس اني بقوم بحشيها في هذا هاد الافريكا اللي عندنا اللي قلت لكم انا كنتم حظر اني بس بحمس لكم الحمسة اللي بحطها عقوب حق ال داير مداير الدياية والحن بسويها جدا بكم تشوفون هذا اللحم المفروم وهذا الافريكا شوفي فهذه يعني طريقة تصير هذا الافريكا الفريكا واللحم مقطع من المحموس هيا الحمسة شوفي بس انا شبه سوي الحن بحشيها وكمل حشيها عشان ما اطول عليكم يا كوماري هانم لو سمحتك نحن باللحم اي حن بطل شب جدا شب اللحم بقيقة تعاليكم ماري اخدي بابا دياية حشيها وخيطيها وبعدين بصبق الزعفران لقمطيها ايوا حطي لها فونديشن حطي لها فونديشن الفونديشن وشالي عشان انا ما احتاس هنا اذا بياب تقلين هنا او تقلينها بس لا قد قلينها هنا عشان نشوف نزيل نقليها عشان ننزلها بالصحة ايوا اخديها هنا ايوا اللحم ايه ابرة مو مشكلك ايوا ايوا كيف نحط؟ حط كلها 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 صبها لا يضع يأكلونا الربر هذا اللحم اللي هني سوى بويسة معنا اللي يحط لكم اياه هرنقصر بس هذي بشكل لحظة أنا كامرتي هذي مو؟ امسنا البصل اللي انتو شقر وهو وثوم وصبينا فوقها اللحم المغلي مع البهارات العدلة والبصل وكله زين حطينا الآن شو بنحط؟ نحطوا الطماط طبعا أنا الطماط ما نحطتها كله اي خليلي شوي انا احتاج مني احترق ايه ادني انا اتعطى عني شهر ها خلص ايوه نبي البزالية كالبزالية كتبت حدنها وياه؟ اي البزالية بس مو الحين لا 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 بزالية اخرش عشال لا تره لا لا الطماط قا اقولك خلي همس طماط بس بزهب البزالية لا زهب ايوه اين بس ينمرض الطماط حلو ايه اقصر عليه ولا 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 بس خنقلبه قلبينه انا قلب لك ايوه هذي شو اللي بتحط فيها؟ الحين شوية زيت وزبدة زيت هذا الزيت كهوية امي ايوه ايوه وهذه الزبدة عادل وعطينا الحين بتحترك عادل ايه حامية شو انت بي؟ بصل شوية بصل بحطة كله؟ لا لا شوية او كله انت خلصتي منه؟ ايه 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 وكل من البصل ما حصل ايه ومن الرواد عويت عادل؟ اي عادل ايه 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 لا، عجيبة وداود نبي معبوج وداود نبي معبودي موجود كل شي موجود هذي منضيف لها الحين شوية الطماط عاطينه وين الفريكا واهي واهي فريكا المنقع كهيا هذي منحطها نيه نحمسها شوية قبل لاندخلها الفرن مع الدياية هذي غير اللي هني هذي تدخل الفرن يلا عطينا من السبع بحارات شوية ملوتش نحط فوقها سبع بحارات نحط لها كمول تحب الكمول وهذي الكزبرة الكزبرة اكي السبع بحارات اكي اي الحين اقب ما نحمسها ننطر الدياية ونقليها ونقصدرها وندخلها الفرن ونخليها تقريبا ساعة لان دياية محشية بطنها اللحم استوي وفي الفريكن الصسوة وهي تكمل السوة وياها ونساقيها بشنو بشوية الماء اللحم الماء اللحم متبوق من الماء ما عليك ايه ما يخالف لا 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 انت قولي سلب خدم طلب هيا ممكن اسأل سؤال ايه انا وايد اسمع سبع بحارات شنو تتكون ايها والله ايها وايد خلطات تتكون يعني هي اللبنانية قلت لك انا الشامية فانا ما ادل المقادير اكيد محصوطة على الشيس ايه وهذا خوش كونتور وش اسمه طالع على الكرم لتاس خيطيها يالحمر يالحمر يلا خيطيها خيطيها يلا الحين هذا اليوم انا يتني اضافة يديدة مع هذي انت ما تتوقعين شنو بس انا ضجتوا فعام وكان عجيب شوية ناري هذي يديدة مع الفريكة مع الفريكة يعطيها نكهة غريبة ولي اكلها ما يديشنهم يديدة هذي انا اول مرة اول مرة اول مرة اول مرة اول مرة ايوا والله الابتكار من مني من واحدة عزيزة علي وقالت لي عن هالطريقة وانا اجربتها لاني انا سأترى الجماعة مرة حاوكلكم هالطبخة الطبخة انا عندي زهبة داخل هذي بس اننا سويناها شديد الحين هاتي المقلط الثانية بابا هادستوا بسم الله هذي احنا رديني جماعة حق جدرنا الحامة ناضية قلناكم حموسة وحطيناها مع الطماط وحطت عليها سبع بهارات ومشالله ريحتها تشفي العليل زمدياتي ايوا هذي بقى سويد بزيدين شويد بحرات ايوا شويد هذي سبع بهارات ايوا ايوا تمام الحين الفريكة ها الفريكة هذي ترى فيه زود اذا ما شفتها قاصرة فرقي هذي هذي النفويش هي انا احبها الفريكة ايه الفريكة قمح يضحك فرق هي مو قمح ترى يا جماعة الفريكة اللي هي نوع من انواع القمح اللي همذل شعير المكشور شعير المكشور ايه ولها طعم مختلف مختلف عن البرغل مختلف عن الحب الهريس والحبوب احنا شو بينا كل العالم برمضان لازم هالحبوب مطلوبة ايوا يلا تفضلي وهذي الفريكة راح تدش بيتها نعم بسم الله بسم الله اللي هم بالعافية بقى شو تزوين ما سويت يلا حق الأكل ايه والله يزاش على الله ايه شوفي يا جماعة هذي الفريكة الحين بتقوم هيا بتساقيها بهذا الماي اللي هو ماي اللحم اللي صفيناه عشان باجي اللحم بنصفه فوق ايه طبعا هيا تقول لي باش حقا لحم هالكتر قد انت يا يا عند بنو بوي سليمان بوي سليمان لازم حتى الفريكة الثاني لازم الكل الكل داود ما تحب ماجي محسن لا يبقى في اللحم ما شاء الله طبيعي ايه هذي المنكهات تستخدم هيدا ما كان عندك لحم باجيه ولا يبقى ما يبقى الحين هذا يعتبر من البقوليات ولا حبوب حبوب نعم عموما هذي ما تمثن عشان تكونوا بالصورة بس احنا حطينا زبدة عشان النكهة اينا ايا كل معاكلة شفتوا مقدار الزبدة اللي حطتها هي بس لان الكمية وعي تشبيرة نعم الحين يبقى هاذ هني وتساقينا على كيفش ايو وانا هالصوب هاذي ديايتنا ديايتنا بيضة ومسلمانية حق بالماء اللي حبيه ها ايه 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 تبت ضوقينا تبت ضوقينا ايه توقي الماء عشان وداود في ناس يستخدمون الثوم اليبل ايه يطحنونه اي نعم يصير مثل ايش كايف ملح الليمون نعم بسم الله بسم الله يستخدمونه كذي كون ملح الليمون ايه يصير لان الثوم اليبل شوي حامض ايه ايه فيطحنونه بودرة ايه بودرة ايه ايه هذي مثل سلفة حريم رحت في مراكز سوبر ماركت ما انا قاعد لها اسمي اي نعم عشان ما نسوق له ايه اقول لك والله العظيم والله نسيت اقول لك كاف هذا الماء ايه ايه فشون اقول الحريم لقيتهم قاعد يدورون بودرة الماشروم الاستاذ معقد الحريم الماشروم يا جماعة اخذوا الماشروم اليابس وكل الجمعيات وطحنوه وسووا بودرة الله يا هل كويت بناتنا يفهم كل شي زاهر مو بنات حريمة كبارة قاعدتهم اثنانهم وطحنوه كل شي زاهر والله قاعدتهم عند الروف هوا قرأي هوا قرأي ترى حتى قبل اللي ما يدري واللي خلقولوا حق يدانكم الفقع اللي صار وايد بالكويت بتديرها يبسونة واللي صار بالشته نسوي مننا المرقوق نسوي مننا العيش والماش ونحط الفقع يابس المتل اللي ادراي مشروم عندنا ادراي فقع الحين الفقع لا عندنا الفريزرات عطي يلا وناكلها فريزر الدياية اللي حشيناها بنلسقحة شويه ونسوي لها هني شلنا دياية مندي هذي ايه هي تحبها لان عليها الصبغة نسوي لها فرشة من هذا الفريكة اللي سوينا لها انت شوف الفريكة اللي فيها الكوكونيت هذي الفرشة جدامكم شديد بتصير وعندنا شمية بصل صغار بنحطها داير مدايرها تراتي تراتي لولو لولو نزينهم فيها بس هذي شبنسوي بنقوم بس اللي ساحة لساحة عشان تاخد لون ايه بجو هنروح شعونه مشيخ والله وانا ساكر والله سقع اقول لكم اليوم عليكم الله ولا تعالى شرم الشيخ يوالله هذي الدياية عقوب ما تلسسعت سدحناها هني دو دو مستانسع الدياية ايوه وشلنا هذي الدهن عشان ليحرقها حد بسم الله يالله نبنا اوكل يالله يالله ايزين شحطي هذي البصيلات الصغار زينيها شي دايما دايرها وعطيني من الماء الفوح نحط عليها ونبي كوماري ابي قصدير لا لا تحرقيني ديرش اسم الله عليش رايبا فير 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 دادي فينجر دادي فينجر وير آر يو وين وديت المغرفة نسرجعها ايين خلتيني شوية ماء ناخد منه بس نساقيه بداير مداير هشري هذا اللي هو ماء اللحم ماء اللحم او ماء الدياية او حتى ماء عادي لانا الدياية فوقها وبعدين استغطى بالغصدير والدش تغريبا ساعة وتاكلونها بالعفو العافية طبعا عشانا ما ننطركم انا مسوي ثنتين مو واحدة نفس الطريقة ايين وجاهزين بالفرن بس انا كوريتكم الطريقة هني لا طوفكم وايض لذيذة محشية بالافريكا واللحم وماء اللحم داير مدايرها والكوكنت نعم لا كوكنت معطيها لكهة غريبة لازم اعلم انه معطيني سر الكوكنت ترى معطيني سر الكوكنت ام مبارك لا ايه ايه حتى بالهريس دعم يحطون الكوكنت اي اي لا الحنجة ما يستخدمون زيت زيت الناري لهذا كل شيء يذر ايه ها 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 هريسة ويذر لا والله ما جربت خلونا نسوي بعد حلقة اديني شوفوه ايه بس على طول هات القصدير فوقها قصدروها عادر كدر ما تقدرون لانشيني بسويها على قصدير ما كان بسرعه بس انتوا كدر ما تقدرون منعوا عنها الهوات مرة واحدة كلش كماري هاتش عاطيني عشان البخار ابو داود نقدر نحط القصدير ديايا ونلفها بالقصدير بروحها ايه صير نحشيها طماط وهذا ايه ايه صير بسم الله الرحمن الرحيم ماية كافي اي لا كافي يالله يا ايونه اشوفها انا ما بيهت يول انا ما بيهت يول بزاليا 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 بقصدر اخر شي يحطي اي 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 خطي نشوف ماية كافية بعد احط لها حديدة تحتها ايه اذا بنحط لها حديدة بنخليها الدرسة بناخد راحة بنرجع لكم مرة ثانية ناخد فاصل ونعاود ردنا لكم مرة ثانية أقوب ماء لفريكا شربت مايها طبعا ماهني ما عندنا لشوية زيت وأنا قلت حق هيا إذا زاد زيت منشيلة إيه ما يضر ما نبي الزيت هذا البداود يعنى يا حبيبي إن شاء الله الريحة عفستنا هذه عاد أم الأيال طب خليه يا سلام سلم كل ما نسوي هذه طريقة تهيونة نخلي البازيلا من فوق هذه الليبة ما نخلطها بس فوق ولا خلطها وياها لا نخلطها الخفيف هذا أنا سمي اللولو الأخضر اللولو الأخضر حطينا الزمرد إيه والياقوت الزمرد والياقوت إيه مقلب بس ألا ما نسوي سلطة الروب يلا بطيدي فيها نتكر من خليها نخدر تخليها تخدر الحين طبعا هاني سلطاتك اللي تحط لنا فيها معبوش ما معبوش حط الروبة إيه سلطة روب وخيار هي غالبا تقدم مع الفريق إيه وهي طريقتها فيها وائد سهلة حبيبة الثوم عم عبي قفش قفشها حبيب الثوم إن شاء الله سفرط لك شوية زيت زيتون وشوية زيت زيتون هذا الزيت زيتون ماذا كنت تغريبا قفشة؟ هادي أمي مع المتني أيوة حبيبة ملح أمي فاطمة مع المتني الله يعطيها الصحة والله يسلمك نزيل نزيل ونحوسها شوي عارسها شوية في طول بس ما يتسكر الجذر هاد احنا بصرعة قبت أي بصر والاخيار مقصول ومقصص جاهز وهذا الخيار اللي قصتك وماري يلا وزرع الميانين يطلع رب العالمين يلا وخلط هادي صلطة الخيار أيوة وشوية نعناء أيوة نزيل هل أهل العراق سموناها جاجيك أي جاجيك سوينا لكم الجاجيك أيوة هذا هو إبار رجوية لأفريكا أي يلا طبعا النعناء كثر ما تبون هذا اختياري اللي يحب النعناء يكثر اللي ما يحب أهلا أشيء لقفشة عشان تكام نميها شري بس أيوة هذه هي بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم داوة داوة أنا أحب ينشبه بصحة أيبا أرهى مع الأول أرهى وأحسن أيوة والله كاهلا نفسي أيوة بس نطقة لهوا دقيقة واحدة نحن طبعا ابننشبهني حق الزينة والباجي مثل ما قلت النقصة بتروح ما شاء الله الجدرش كبرى هذا الله أحمّ صلي على محمد محمد ما شاء الله يا هيري حجها تهبل ترد الروح أول ما يشرب المال هلي هلي كماري هلي هلي متراتي هلي 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 بالليل فانية هلا بي ما تبيع هلي؟ منو؟ كماري؟ هذي عاد رأيت البيت كماري ولا انتي ما تغلع عليك؟ العيون ما تغلع عليك؟ والله هذي سعرها سعر برج أكيد يعني يلا الحين الحمشي اللحظة ما تشوفت ما شاء الله العظام؟ كيف صخة بروحها نذيذة؟ صحة وعافية واو واو يا مصرح كماري والله غالب البليت تحارة حق هاني تسويها؟ يلا ربعا الله يعطيكم العافية مشكورين ما كسرت لا هنزينها لك هنزينها لك قبل خلي هذا حق البعد عيل وين بتوجيها الدوانية؟ صباح الثالب؟ هدا حق الثاني حق المقصر هدا كعبت شديد حامدين هاي لا الزينة عاد عندك؟ انتي امو الزينة؟ نحن يلا بسم الله دياي تكوين؟ دياي يحين بنيبها كا تيبوا للدياي من الفرن هاي هههه ولوا فتالب تجدرين هدا الأشياء دي المدائرة عادل خلني شبا عنه تركموني منه هذي عشان ليك يلقين بصو هذان قلقات يتيدي تجدرنا ما عليهم ومظري عليكم ومظري عليكم هاي يا سلام أقول لكم يعني بضينا سلمت ربي تزيد معانا يويا إن شاء الله وراكم سفرة أي سفرة واليوم عشان بقوليات لا حبوب حبوب أيوه وناسع اليوم بقوليات أنا عفكرة ما تبتل ما تبتل لكن أنا رح أضوق هذه لأنه أول مرة جوز هند مع أفريكا توقعونها ما حد يتوقعها فتعالوا نجربها ونطروا الجزء الثالث من كتاب أبوي سليمان أنا ناطرته على نار دقيت عليك وعليك دعب ما هو ده زيت يقل ما نده الحين بنضوقهم بس خلنا نسنع سفرتنا عدل ونرد لكم تخلصنا تخلق خطنا والله ما ودنا نخلص بعد روحي واستعنسنا في ابنيتها يا الغالية وزوجها وخيها ووليدها الأسرة الكريمة كلها الله لا يفرقهم ويعود عننا هالشهر الفضي من شاء الله بالصحة والعافية ومثل ما عودناكم النقصة نتشابناها وبتروح حق أهلها بس هذا الحين عشاء ضيوفنا عادل وهذا الطبغة أنا سميتها ريّة وسكينة الله جاهل يلا 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 الحين يجعل الحين بنشيل كلنا وندخل داخل واللي سووا رتبوا البنيات بيطلعوا إياهم حق المكان اللي قالت لكم عن نهاية اللي هم حق العمال اللي يشتغلون ما قصرت وما قصرت على مشاهدتكم وتابعتكم أمنكم الله في أمان الله شكرا للمشاهدة